نشاط تكون الصور المقلوبة باستخدام ثقوب ضيقة اول حاجة هنعمل اي هجيب صندوق من الورق علبة كارتون اي علبة كارتون عندك وهشيل هنزع احق جوانب صندوق شلت انا الجانب ده وهاجي في الجانب المقابل ليه واعمل الصوق بصغير باستخدام ده بوس تمام صوق بصغير جدا واجي على الناحية اللي انا شلت الكارتون منها هغطيه بمادة نصف شفافة هستخدم منديل مادة نصف شفافة وهسبتها هنا على الجانب اللي انا شلت منه الكارتون غطيت المكان الجانب اللي انا شلته بالكارتونة غطيته بالمنديل ممكن تستخدمي ورقة الزبدة اللي بتستخدمي في الخرايط بعدين هجيب شامعة هولاها دلوقتي هاطف النور واشوف هال فعلا سورة اللهب هتتكون لي هنا على المنديل او لا او هل هتتكون مقلوبة او لا خلينا نلاحظ لهب الشامعة بيكون عامل ازاي؟ بيكون الجزء الرفيع فوق وبعد كده جزء تخين تحت خلينا نقارن المنظر ده بالصورة اللي هتتكون على المنديل هخلي اللهب بتاع الشامعة قصاد الصغب الدي اللي انا عملته في الكارتون عندي والناحية التانية عندي المنديل اللي هي المادة النصف شفافة شايفين هنا اللهب لفوق الجزء الرفيع فيه لفوق هنا دي الصورة المتكونة لي على المنديل خلينا نركز الجزء الرفيع منها هو اللي التحته طبعا حجمها اصغر من الحجم بتاع اللهب الشامعة الحقيقي ازا الصورة المتكونة كانت مقلوبة ومصورة نشاط بتاعنا ده اللي هو تكون الصور المقلوبة خلال السقوب الضيق وكان الخطوة الاولى اللي بدأ بها عمل الكاميرا يعني هي دي فكرة عمل الكاميرا بمعنى يحط هنا مكان الصغب الدي العدسة اللي بتكون ظهر لنا وبتجمع الضوء وبيتحط مكان المادة النصف شفافة هنا بيتحط من الداخل محساس للضوء وده اللي بتنطبع عليه الصورة اول عالم اكتشف الموضوع ده او عمل دراسات واكتشف تكون الصور المقلوبة خلال السقوب الضيقة وهو الحسن ابن الهيسن ليه بشوف الصور مقلوبة؟ لان اشاعة الضوء بتاعت بتتقاطع هنا عند الصغب فبتعتيني الصورة مقلوبة ليه الصغب بيكون ضيق؟ لان لو هو كبر الصورة اللي هتتكون لي هنا على الحجاب هتكون بهدة يلا كل اللي فهم النشاط يحل السؤال ده في التعليقات الصورة المتكونة خلال السقوب الضيقة تكون نقط ونقط مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة